مساء الخير جميعاً اليوم حبيت اطلع بهالفيديو نسبة لأسئلة كثير عم نسألها على التليجرام بخصوص عملة السيفمون اللي هي حديث الناس المهتمين بالكربتو كرنسي بالعملات الرقمية المشفرة لبلوكشين اليوم حابب اشرح شوي عن هاي العملة نسبة لأنه بالعالم العربي قليل العالم المهتم بشرح هاي العملة ولكن في عدد لا بأس به مهتم بشراء هاي العملة أو الاستثمار فيها عملة السيفمون برأي الشخصي بدأت عن طريق مزحة كما حصل مع الدوشكوين ولكن كانت مزحة في سبيل النصب يعني كان المقرر انه ينصب على العالم بهاي العملة لكن باعتقادي الشخصي لإدارة المسؤولة لما حققت أرقام ومبالغ ضخمة في الأرباح قررت الانسحاب من موضوع النصب أو السرقة وتحويله لموضوع جدي لأنه شافوا بمرحلة معينة انه الأرباح كبيرة ممكن تجيهون وإذا أخذوا الموضوع على محمل الجد هذا الشي حيحقق له مستقبل رائع لهم طبعا عملة السيفمون هي عملة كما سابقاتها من الدوشكوين أو هولتسكوين أو باقي العملات اللي هي عملات مبنية على المجتمع تبعا يعني هاي عملة إلى مجتمع داعم إلى هو اللي بيدعمها مش مشروع قوي مبنية عليه يدعمها يعني إذا ما فينا نقارنه أبدا بالإيثيريوم أو بالبيتكوين أو بالبي أم بي أو بباقي العملات شو ما كان اسمه طبعا بفترة قصيرة قدرت عملة السيفمون أن تجلب أنظار عدد كبير من المشاهير شفنا أبرزون بن فيليبس اللي هو مهتم بشكل جدي بالسيفمون ودائما على تويتر منشوف أنه دائما في تويتات عن الموضوع عندنا إشكال بالسيفمون هو طريقة شراء السيفمون اللي للأسف فيها صعوبة شوي لأنه أنت لازم تسحب المصاري تبعك تحولهم لبي أم بي في البداية بعدين تنقلهم على الترست والت أو الميتاماسك ومن بعدها تفوت على البانكيك سواب لحتى تشتريهم نسبة لأنه لغاية اليوم هي مش موجودة غير على البانكيك سواب والبانكيك سواب يعني لازم تكون خبرة في مجال الكربتوكارنسي لحتى تقدر أنت تفوت تشتري منها لأنه في خطوات لازم تتبعها يعني اعتبارا إن شاء الله من بكرة العملة رح تنزل على البيت ماكس وعلى من بعد بكرة رح تكون على الوايت بت هذا الشي جيد جدا من ناحية العملة لأنه هذا الشي ممكن يعمل بمب قوي يخليها تضرب قمم بالأخص أنه لغاية تسجيل هذا الفيديو العملة اليوم كسرت الصفر الخامس يعني يبقي أربع أصفار تقريبا لحتى تصل لمرحلة أنه هي دولار أو شي طبعا هذا رقم خيالي وأبرز المتفائلين صعب جدا أنه نصل لهذا الرقم إنما نحن نطمح لنصل لمرحلة السنت الواحد أي سعر العملة يصير صفر فاصل صفر واحد وهذا شي ممكن يصير وشفنا قبل شهر ونصد قريبا مع الهورتس كوين اللي صار بنفس الطريقة كمان بس السيف مون معمولي بكواليتي أعلى وغير هيك عنا السيف مون المجتمع تبعها عم يكبر العالم المهتمين فيها عم بتابعوها في دعم إلي وبالأخص نهي طالعة ترند خلال اليومين الماضيين في مجتمع الوول ستريت اللي البعض منهم مهتم ولو بنسبة قليلة بهاي العملة هذا الشي حيساعد بصعود هاي العملة نحن منتمنى الصعود لهاي العملة منتمنى لها مستقبل حلو بالأخص أنه اليوم غردوا على موقعنا على تويتر أنه هني رح يتجوا لاتجاه المشاريع الخيرية بعيدا عن أنهني مشروع كان في البداية هو الاتجاه في الـ NFT ونحن مثل ما بنعرف الفترة هاي نحن في داخل فقاعة الـ NFT بالعالم وعم نشوف أرقام خيالية وقياسية الماركت كاب جدا عالي الفترة هاي هذا شي مساعد على نهوض العملة من القاع بالنهاية هذه مننا نصيحة للاستثمار أنت معا بشجعك لتروح تشتري هاي العملة ولكن هاي رؤيتي الشخصية فقط لهاي العملة أنت إذا شتريت فيها هو بعد 15 يوم أو بعد أسبوع أو بكرة أو بعد شهر أو لآخر السنة المبلغ تبعك الضاعف هاي أرباحك إلك حلال عليك مبروكي خسرت بتكون أنت غمرت وأنا يعني من نوع اللي بتشجع المغامرة بهذا النوع من العملات ولكن بمبلغ بسيط مبلغ إذا خسرته ما يأثر عليك يعني فيك تشتري فيها بـ 50 دولار بـ 100 دولار بـ 200 دولار ماكسيموم لكن ما تغامر بأرقام كبيرة لأنه بلحظة ممكن تنهار العملة تصير كيمتها صفر فما يكون خسارتك كبيرة هذا كل شي عن السيف مون لليوم إن شاء الله بوعدكم خلال الأيام القادمة بحصير نزلكم فيديوهات عن السيف مون لبنسبة للناس المهتمة بالعالم العربي بالسيف مون نهاركم سعيد